يا رب يا كريم يعني انه والله يكون عندهم داتا ريوت زي الناس ولا وادي مقدروا منها ياخدوا ديسيجنز كويسة ماني شايف في الشامبيونز لا لا بلانك ولا رينغار ولا 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 كميل ولا الاوبيز اللي لسه خربانين لين دحين ماني شايف فيهم اي تعديل وفي المقابل مسكولنا كم شامبيون جديد كده ما لهم اي داعي في الحياة وقرروا انهم يغيروا فيهم فمن يعرف ايش الفكرة من وراها بس في كل الحالات لنرى ايش سووا اول تعديل في الشامبيونز يا شباب راحوا على الشوقات وقرروا يسووا ريورك للار حقته او الالتي حقته الفيست اول شي نقصوا الابي ريشو حقها من فاصلة سبعة لفاصلة خمسة غيروا البونوس هلث بير ستاك اول كان كل ستاك تاخد مية هلث مية وربعين هلث مية وثمانين داحين تمانين مية وعشرة مية واربعين بونوس هلث ات سيك ستاكس هذي كانت عشان الالتي كانت تتستك ستة مرات ستمية تمانمية واربعين الف وثمانين داحين لا خلوها مع كل ستة ستاكس يعني يصير في حاجة محدد ربعمية وثمانين ستتمية وستين تمانمية واربعين ايش الفكرة في الكلام هذا انه ما عد صار الستاكس حقته لها ماكسيمم اول كان ستة يوقف وبعدين خلاص ما عدي ستك داحين ما يفرق داحين سبعة تمانية تسعة عشرة زي ناسوس كيو زي الكيو حقت فيقر ايش ستك للنعلة ما حيوقف بعد كده الماكسيمم اتاك رينج بونس خمسة وسبعين زايد يعني ميتين اتاك رينج أول كان مية وخمسة سبعين اول خمسين زايد وان اتاك رينج داحين ميتين اتاك رينج كل ما كبر كل ما زادر اتاك رينج حقه زايد خمسة وسبعين بعد كده بعد كده عشرة ستاكس ما عد حيكبر يعني بعدها ما عد يكبر اكتر من كده الشيء المهمة اللي لازم ماعد ننسى انه دحين لو مت ما حتروح عليك الاستاكات يطلع الرقم ماعد ينزل وفي نفس الوقت انا ماني فاهم هذي ما فهمتها بالزبط هل على دراجن و بارون يعطوك او لا يعطوك استاك زمان كانوا يعطو اظن المفروض انهم باقي يعطو بنفس الطريقة اول كان لما تسوي الالتي كان يجيلك هيل الهيل هذا ماعد فيه بس صار يزيد الهيلث حقك والهيلث حقك ماعد ينقص اذا قتلت شامبيون مايجيك استاكين يجيك برضو استاك واحد بس زي ما قلنا يا شباب اذا مت ما تخسر استاكات فدحين تأكل استاك كده بيقولولك علعب شوقات روح فر بطول الجيم زي ناسوس تصير جحش كبير تموت ولا ما تموت ما حيفرك فكل ما الجيم طول زيادة كل ما مستحيل صار تكتوله زيادة بالضبط زي ناسوس طبعا ايش الفكرة من الكلام هذا من شوقات بالطريقة هادي ما ادري ما ادري ما يتلعب في ال سي اس ما يتلعب في هاي ييلو نهائيا حتى التعديل هادي ما حترجع على هاي ييلو ولا حتخلينا نشوفه بس انتو يا شباب الحلوين اللي زي انا كده في في برونز وسيلفر وغولد اظن هنبسط فيه لانو الناس ما هتعرف ما هتعرف كيف تتعامل معه فحتقروا تستفيدوا منه وتستغلوا الكلام هذا بطريقة طبيعة طبعا احسن شي تلعبوا مع التعديل هادي تلعبوا في الجنجل يا شباب ليش لانو في الجنجل تقدر تفرن ببلاش من دوما حدي يقوقفك ولا حدي يقول لك اي حاجة وتعبستاكاتك وفجأة كده تطلع جحش ديناصور كبير لما تطلع جحش ديناصور كبير عليهم السلام ومنهم السلام فما اظن هتولدوا معهم بعد كده عندنا بارت بارت غيروا الباسف حقاته شوية زودوا الموفمين سبيد سولوا بفع الموفمين سبيد حقاته 24% ايش تشايم بيوند فرست بعد اول تشايم كل واحد زيادة حيزود لك الموفمين سبيد البونس موفمين سبيد ب24% بلس 14 فوديس تشايم بيوند فرست 24 اول واحد و14% بعد ثاني واحد ماكس بونس حزيد ثمانية في المية الماكسمم اللي حزيده مع الخمسة تشايم طبعا هذا يعني ما حيرجع الميتة مية بس انه حيخليه شوية يقدر يتحرك وقدر يسوي ويسوي الشغل حقته كويس لانه معارفين يا شباب بارت زال اليومين هادي وضعهم شوية ما هو مصبوط من يوم ما شارل بعد كده عندنا كاسيوبيا هادي بس تهديل على الشكل باق فكسي شالو الالتي فلاش على ورا تضرب اللي على ورا انا ورز على ان شالوها صراحة لانه كان كان فيكر دائما يسويها يا شباب تجي فجأة كده جاري عليهم تسوي فلاش والتي على ورا الناس اللي قدامك اللي بيطالعوا في الجهة التانية يسر لهم استن اعتبروها باق يعني كانت مرة صعبة تسير وكانت مرة حلوة انه يخلوها لانه ما كان احد يقدر يسويها اللب جدا بصعوبة واي شي في الجيم انا عشان تسويه لازم تتعلم عليه مية مرة وتسير يعني تسير كان المفروض يخلو شالو نهايين يا شباب فما حد سارت تسير بعد كده كوركي سووا له نيرف عظيم عشان وضعه الحاليا في الميد جيم في الميد لين مرة مرة كوركي معروف عشان عشان يضرب من بعيد من بعيد من بعيد يضربك ينقصك ينقصك وبعدين يخوش عليك يديك برست مو طبيعي بنقص الدامج حق الار البيس دامج من مية لخمسة وسبعين طبعا الارلي جيم نقص توتل دامج ريشيو عشرين ستين مية في المية خمسة واربعين خمسة واربعين في المية الابلتي باور ريشيو خلوها عشرين في المية اللي هي الكبيرة فعارفين يا شباب فعلالتي حقته كل تالت وحدة كل تالت وحدة كبيرة كده القليطة القليطة هادي خلو الدامج حقها ايش اسمه اعلى شوية طبعا 250 نهاية القيم ما تفرق يعني 240 ل250 بس زودوا الدامج ريشيو حقها سوري خلو الدامج ريشيو زي ما هو مية وخمسة الى اول ما تأخذ عبرتي باور ريشيو اربعين في المية فسهل تتعامل معه سهل تبعد عنه لو انس تقعت في بداية القيم بالالتيز حقته ما هي ما هي اجرسيف زي اول بعد كده جين سواله نيرف على الالتي حقته النايرف مرة بسيطة لما تسقع اي ضربة بالالتي الادم اللي ينسقع يزيله سلوه شبا فاكرين خلوها نص ثانية التارجت في الالتي هذا لما تبدأ حقك بالالتي فاكرين هذا مش لللينينج فيز هذا للميد جيم انت تبدأ تفتح الالتي عشان تسقع واحد تمسكوه تبطيوه عشان التيم حقك تدريلحكو هذا تارجت عليه النايرف هذا ما حيطلع من الميتب ما زال جن ام ان كان ما هو اول شامبين تاني شامبين يعني بعد مزفورشن ما زال جدا ممتاز ما زال يتلعب ما زال مين بيكان بان شامبين ان كان في الادسيز بعد كده كاترين انقصوا بيس ماجيك ريزيستنس حقها من اربعة وثلاثين لاثنين وثلاثين هذا واحد من اللي ما له اي معنى نهائيا 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 البيلد بات حقها ما حيتغير الماستريز وارلونز حقتها ما حيتغير مع الشينج هذا فما ابغى تبرو نيرف زي النصر يمكن النايرف هذا حيقلل حيقول تشامبينز اللي هما بيور اي بي قدامها في البداية لازم تشتري حتى مو لازم تشتري نيقترون عشان تشيل الكلام هذا ما له اي معنى صراحة مو كاي رجعوني صراحة ندلو كم نيرف والله هو يبغالو كم نيرف صراحة بس النيرفات هذي غريبة مو كاي لانه مرة دوما نندحين يروح تانكي ويقدر اقتل الناس كلها فقاموا قالوا نسوي عليه نيرف النيرف هذا ما اظن هيحل المشكلة حقاته الاساسية لانهن والله السكيلينج السكيلينج حقه مرة عالي طيب الماناكوست زودو يعني خمسة وربين بداية القيم زي ما هو بعدين خمسين خمسة وخمسين ستين خمسة وستين هذا معناه انتوا عارفين مو كاي بمرة مانا هنغري مرة مانا هنغري فكذا زودوا الكوست حق المانا حقته هذا معناه يمكن لازم يجيب من بداية القيم بسرعة عشان مانا ريجن زي الناس لوادم طبعا مو شرط هذا حيورطه في كم حاجة لانه حيانا مو كاي ما نلعب قدامه ما هم يعني ما هم اي دي فيضطر ابني الكاول والاست ويسبر اه سوري الكاول والسپيرت فيزاج قبل ما يبني القليشيال شراود ولا يضطر ابني السندر قبل ما يبني القليشيال شراود حتحطه في مواقف قدام شوية ماتشاب حيصير فيها ها علي الله والتعديل الثاني الغريب صراحة يعني اللي حقته كان لما نرميها اول ما تنزل تضرب صحيح الدامج حقها بسيط بس ال لما يكون اللي قدامه مضروب يعني ما يقدر يسوي شيء مسلا مو كاي وقدامه يبهدر وكل ما يقرب يسوي كانوا كل المو كايز يبلدوا بدل ما يبلدوا عشان يقدر يسوي عشان يقدر يسوي بالي لاحية ما تقدر يسوي بالي نهائيا نهائيا شاله هاد منه فيا انه بيقول لك تلف وتسوي سي اس بيها وتخش على الناس وتتضارب ياما في فهذا حيحط مو كاي في موقع انه كان فيه ماتشابس يقدر يلعب قدامها هذا حين ما يقدر يلعب قدامها نهائيا هيلعب قدام احتمال كبير ما تشوفو يلعب يلا قدام الميلي طبعا حتى الميلي الميكس يورط معه لو كان بوبي ولا كان كلهم يسوي ما عدري خلينا نشوف يشوف 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 بعد كده رايز سواله نيرف دامج دي اربعين خمسة وخمسة سبين تمانية وخمسة تمانية مية في المية الاربعين لتمانين في المية رايز مشكلته حقه مرة مطبيعية مرة مطبيعية مرة فالتشينج هذا التخفيض في الدامج اللي سواله في ما حايف رقعا لانه مشكلتنا مش ال20% الزيادة اللي في نهاية الـ رايز نهاية من كتر ما يسوي دامج يسوي لك يعني 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 قتلك مرتين فما يكفي الـ الـ صراحة ما ما ظن يكفي الـ نيرف هذا بس ما فيها كلام حتقلي للدامج عاو بتحقق بس الريز اللي هم غيروا أشكال بعض اليوردل اللي هم صغيرة تريستانا و سبلاش آرت حقهم تريستانا و و و شاكلتها عملوا فيها تعديلات شوية هذي الـ اليموم و نقصوا اللي ثالة حقها من 20 ل 15 طبعا فاكرين البف اللي سواء اللي تعال اللي ثالة اللي زودوها من 40% ل 60% ما يبوي يرجع الكلام هذا لأنه اللي ثالة healthy بس يبوي يسولها balance طبعا هذي كانت مرة OP بس يبوي يبوي الأيتم اللي كانت تعطي مرة كبير للأساسين تخف يمومو من 20 ل 15 يمومو كانوا كلهم يبنوها حين مدام سارة تأتي 15 زي Edge of night زي Dusk plate فسار عندك ثلاثة خيارات بدل خيار لازم دائما تروح يمومو يسير تختار واحد منهم على حسب فهذه زودت الخيارات شعبت الخيارات على حسب الماتشاة بدل مدائما لازم تشتري يمومو غير البلاك كليفر حبتين عشان يصلح للبروزرز اكتر من ال من ال الساسينز وال ال الفكرة منها يبغو 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 البلاك كليفر يكون ايتم مين للبروزرز ما يبغو ما يبغو الاساسينز يبنوها يعني الاساسينز ايش فكرتهم يكون سكوشي ويسوي دامج عالي بس يصير تانكي ويسوي دامج عالي وما يقت بانيش برضو لها لها عليها كلام كثير فغيروا البلد بات حقه كان فيج وور هامر دار فيج وكندل جيم هذا معنا ما ادري تبنيه على ميس فورشن ولا لا اظن لسه ما زال تبنيه على ميس فورشن بس ميس فورشن لانه مرة تستفيد من من الباسيف حق الالتي بس حيروح عليك ال ادفانتيج ملا ما يفرق من خمسين لعشرة ما عندنا مشكلة نبنيها على ميس فورشن كمان يا شباب ما عندنا اي مشكلة فيها بس حفكر بدل المرة عشرة قبل ما بنيها على بس داريس حينبسط وقارن حينبسط واي احد بروزر مرة حينبسط الهلثة زيادة وحنشوف حنشوف بعد كده هذا الحمد لله يعني افتكروا انه فيه ايدي سيز في القيم يا عيال وعطونا يا واحد انفع على بالنسبال احنا حاليا ايش اللي يصير ايش المشكلة حقتنا ايدي سيز فجأ انت في اللين وجال استبني ودوبك اشتريت الايتم الاولى واشتريت الايتم التانية وجاك تانك مفلغم اتفاية جاك موكاي ثلاثة لفلات عليك تشتري اللاست لو تشتري مية حاجة ما كان يفريك لحين اعطونا مجال انه نشتري لونج سوردز 950 غيروا البيلد بعد حقها من بيك اكس لونج سوردز زاية 950 1300 بسرعة ودو لها بف مو طبيعي بونوس ارمور بنتريشن 500 ونقص الاتاك دامج هذا معناه ادوني انا كا اي دي سي انسر بالسرعة من بداية انه يكون عندي مرة عالي عشان اقدر اتعامل مع الطبعا هذا مو اتعامل مع التانك نهائيا بس ادوني انسر اول ما كان في اجابة في تانك انتهى ما اقدر اصيو اولا شي اجلس افرم برا القيم احاول قد ما اقدر اصوي اي حاجة عشان احاول ارجع من دون ما اقدر اصوي اي حاجة وما كان تاخد البونس هذا لما تكمل الايتم كامل فدحين من يوم ما تشتري الاستوسبار الاولى اللي هو 1300 انت يجيك ال45 في المية تقدر شوية تتعامل مع التانك ونقص الاتاك دامج حقها عشرة الفكرة فيهم دحين يا شباب انه فزي ما قلنا اذا الادم اللي قدامك اعلى منك هلث هذي هتشتغل عليه كل ما زاد الهلث حقه كل ما زاد الدامج اللي تسوي عليه يعني التانك اللي قدامك الهلث حقه اعلى منك بألف هتجيب 15% دامج ألف لانه عشرة كل مية هلث هيزيد واحد ونص بعشرة ضرب واحد ونص هتشير 15% اذا الادم اللي قدامك الهلث حقه زيادة عنك 500 هتاخذ خمسة ضرب واحد ونص فكل ما كان كل ما زاد الماكسيمم هلث حقه عنك كل ما يزيد الدامج حقك عليه انتهينا طبعا الاجين سليير هي نفسها الاتم هذي اللي ما هي بعد كده النايت سفاو قل لك الاتم هذي ما بنشوفها ما حد بيستخدمها بيحاولوا يلعبوا فيها ام ام يغيروا حقها حبتين على اساس يبغوا مجموعة زيادة يستفيدوا منها ويبغوا ما حد بيشتريها فايبوا وناس يشتروها غيروا البلد بات حقها بريسر بريسر كلوث ارمر لبريسر تشين فيست طبعا معروف ادي هيفي تيم قدامك تشين فيست مرة كوي سزودوا الارمر حقها الاربعين فصارت مور جول افشيشن نقصوا البونس ارمر ونلينك هذي هذي لازم نفهمها يا شباب اول لو في احد جنبك طبعا الناس باو انت عارفين تسوي لها لينك على واحد فلو كان جنبك الارمر حقك يصير 20 لو انت بعيد منه الارمر حقك يصير 40 فاهمين والتارجت تهذر رينج الف بعد كده التعديلات اللي برضو نستفيد منها الادس انا ابغغ قول هذا فيرفور فبتل خلو الستاك دوريشن حقها 8 سواني بدل 6 سواني هذا معناها تروح تضرب champion يجي لك ستاك يجلس عليك 8 سواني الين 8 سواني قبل ما يطيح الستاك هذا لو روح ضربته مرة ثانية تعرفين الفيرفور كيف تتستك على الهات وهذا معناها احتم مال كبير نشوف اللي هما ما هم اللي هما مثلا والفيرفور في باتل زي 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 فيورا زي مين كمان ممكن حتى رينكتون نشوفه في باتل مرة ثانية يا شباب زي الناس يستفيدوا منها بشكل او باخر يعني مثلا حاليا صارت تلعب بلد بلد لست حتبطل تلعب بلد لست حترجع في فيرفور مرة ثانية لانه حتى اللي هو الوارلوردز نقصت يعني نقصوا الماكسيمم بونوس حقها حق اللايف تيل من 20% إلى 25% فسوى نرف على البلد لست على الوارلورد وسوى بف على الفيرفور كده معنا كل الاتاك اللي هما الكريتكال سترايك حيبقوا زي ما هما على وارلورد الكاستر اي دي سيز حيرجعوا مرة ثانية على فيرفور فحنشوف هنشوف بارس فيرفور بدل وارلورد هنشوف سفر فيرفور بدل وارلورد هنشوف احتمال كمان احتمال في حالات ممكن نشوف حتى كيت إذا تبقوا تلعب على الكيو حقها وعلى بس العادة الاوتو اتاك سيبقوا وارلوردز التعديلتين هذي على الارمور 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 على الارمور الارمور وعلى الفيرفور والبلاد هتخلي اللي ثالتي اي دي سيز توب تير يعني ميس فورشن يعني فيروس وجن هيكونوا اقوى ثلاثة اي دي سيز في الجيم بلا منازل عشان سووا نيرف لل اوتو اتاك بيست اي دي سيز يا شباب للوارلورد فكيت صار لها نيرف فين صار لها نيرف الكريت اي دي سيز صار لهم نيرف والكاستر اي دي سيز صار لهم فاحتمال نشوف سبر رجعت رجعت للميتا احتمال نشوف لوسيا نطرع برضو حبتين شوية الميتا واحتمال نشوف ازريل برضو طرع شوية مرة تانية على الميتا بس اللي ثالتي اي دي سيز هيكونوا متربعين على الارش بعدهم بعدين بعد كده غيروا شوية التغييرات في الماستريز زي ما قلنا يا شباب مع اللي ثالتي اي تشينجز هتخلي مرة كثير اضعف كثير الباونتي هنتر كانت واحد ونص برسنت دامج يعني وصلت لسبعة في المية طبعا انت عارفين الباونتي هنتر كل ما قتلت واحد يزيد الدامج بيرمننتلي كل ما قتلت واحد في الگيم من الشامبين هذا هتاخد واحد ونص فلو قتلت الخمسة كلهم هيشير عندك سبعة في المية نزلوها الخمسة في المية هذي كلها تعديلات سووا بفات لها قبل ستة بعد شهات نظن قرروا يشيروا البفات هذي أنا من يعرف ليش البونس دامج دلت من خمسة في المية ثلاثة في المية دبلت سورت والبونس دامج تيكين نقصوهم اثنين ونص لواحد ونص رجعوها زي ما كانت سابقا البتل ترانس كان خمسة في المية البونس دامج رجعوه ثلاثة في المية البونس رامس خلوه ثلاثة سيكنز هذي هذي يمكن يخلينا نبطل ناخد البتل ترانس نهيئا أنا أظن تغييرها هذي مرة ضعف البتل ترانس فيها بطريقة مرة كبيرة معدها نشوف في الكنين طبعا لا تنسوا شباب التري هذي أكتر ناس يأخذها الآيتيمز هذي أو يعني التريز هذي سوري الماستريز هذي اللي هما الأساسينز فهذا كل موجه على اللي ثالتي تشينجز خلوها فاصلة ستة يعني بدل خمسة في المية سارة ثلاثة في المية هذا برضو حيضاعف بس ما حيأثر على قد ما حيأثر على الأساسينز لأنه البلد حق الأساسينز بدل هو اتناش بدل زي دائما 18-12 ولا 18-0-12 الأساسينز 3-4 هم 12-18 المداتيشن نقص المان ريجن حقه أنا من يعرف هذا ليس هذا موجه هكتر شي على 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 اللي هم في البطلين اللي هم زايرة كارما مالزهار اللي هم يسو يجلسوا يسو حقتهم نقصوها من لفاصلة 2-5 برضو نقصو اللي ثالتي حقها من 1-7 إلى 1-2 وهذا اللي هذا اللي معنا ونقصو 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 حقها حقها 8.5 لثالتي زايد 8.4 ل6 لثالتي زايد 6 فنرفع الماستريز كلها هذي هتأثر على لثالتي للتانكس على اللي ثالتي عشان يحاولوا يسو بالانس للشامبيونز بعد كده ستالث ترابس انتراكشنز هذي كل الترابس اللي في الجيم يا شباب غيروا الانتراكشن معها عشان تضربها خلوا التاركت رينج حقها أكبر بس عشان تطلع عليها ولا توقف عليها ما زال ما تغير شي تيمو كليجين راديس انتشينج ما يفرق يعني لو أحد سقع فيها ما حيتغير شي بس لو انت شايفها عامل وتشوفها تبقى تضربها تقرى تضربها بالمساحة حقتها أكبر بس ال ع التيمو الشرومز ال اي حقت جن ال حقت نيدلي وال حقت شاكو بعد كده تراب هذي تغيرها اللينس أول كان لما تحطها تسوي تراب ده حين ما تسوي تراب حتى كان يسوي زي يوريك إياها ويسوي ال blackout نفس الشي word reveal rewards words now grant full gold for both the player who revealed them and the player who killed them هذا حاجة جديدة أول كان يعني واحد يسوي سكان على ال word واحد ثاني يقتلها اللي يقتلها هو اللي ياخد ال gold حين اللي يقتلها واللي يسوي لها reveal اللي يسوي عليها سكان ياخده gold كامل فهذا بيقولو لك يا حبيبي يا support إحنا نحبك روح الله معك روح سوي سكان ولما انت سوي سكان لا تقتلها هتاخد gold كفوني أنا وحمد داما ضارب يا عيال أنا سوي سكان ولا أنا أحط ال pink أنا أشيل الثاني ياخد ال gold الحين لا هو يسوي السكان وأنا أضربها أنا هو ناخد gold if a word is killed while revealed by two sources the first source is one that counts as having revealed the words بعد كده catch up experience هادا ال change اللي نفسي أمسك رايوت كده أطرخهم على وجههم ماني عارف ليش ماني عارف ليش أم أي change يسويه في ال game بالطريقة هذه ال change هذا ما هو healthy ما له أي معنى أنا أنا لا أؤيده أنا وأناقضه هو بشدة وأظن ما له معنى إيش هالفكرة فيه يقول لك teamwork bonus experience earning a kill or an assist while below your team average level now grants bonus experience يعني أنت أي champion ومتأخر على الأدم اللي قدامك الأدم اللي قدامك عليك ثلاثة لفلات ولا أربع لفلات لفل وزايد بهدلك في اللين بهدلك في الجنغل عذبك جاء قرمط فيك لين قلتوا آمين لما التيم حقك يساعدك ويقتلوا ولا يقتلوا أي أحد أنت تاخد تاخد XP زيادة عن الناس عشان يبغوك تلحق ف they are rewarding يش يعني rewarding هم بيكافؤوا المتأخرين بيكافؤوا اللي ما بيلعبوا صح بيكافؤوا اللي بيغلطوا وهذا من وجهة نظري ما له أي معنى هذا غلط هذا لازم إن شاء الله وأظن مع الوقت حيحسه وحيشيله teamwork bonus experience kicks in at just over one full level بفاين يعني لو أنت لفلك واحد لبل بس أقل من الأدم اللي قدام من الناس اللي قدامك أنت تاخد XP زيادة ف صراحة أظن غلطة كبيرة من ريوت ما لها أي معنى أنا بدل ما أنا يكافؤوني على أدائي وإني بدعت وإني كسرت وجهك يكافؤوك أنت على أنك متأخر واتبهدلت فهذا بالنسبة لي is very wrong very very wrong الفيرس بلد توريت غيروه مرة ثانية يا شباب خلوا local gold 300 مية ونو لونجر 25 gold والتوتال بونس 300 نقصوا الغولد اللي ناخدها من الفيرس بلد عامة بمية ومية على خمسة وسبعين فقط خمسة وسبعين وخمسة وعشرين هذا مية وخمسة وعشرين نقصوها ميتين تقريبا الفيرس بلد بونس خففوا اليمباكت حقه هذا كله نزل موجود على سووا شوية فكسات ما يتهمنا ارف حينزل من يوم 24 اللي هو الليلة ان شاء الله ساعة 12 طبعا مش بعد اللي هو ساعة 12 بتوقيت بتوقيت السيرفرات يا شباب مش بتوقيتكم وحتجلس والله اعلم الين يوم 28 وحيرجعوها مرتان يوم 3 3 يلين يوم 6 وويكندين هتجلس ما يشتغل ما يشتغل البلاكاوت الباسف حق على شاكو هذي كلها ما نشاهده الاسكن الجديد اللي نزل اللي هو حق انيفيا سكن فلا ال جي بي تي اظن وكل الحالات وبكذا يا شباب ظلصنا باتش نوت 7.4 شكرا لك نشوفكم ان شاء الله في الباتش نوت القادم لا تذكر يا شباب لو انت مد P اشتغل 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 اشتركوا في القناة